السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبا يا عزيزي متابعي ومحبي عادل فتحي في كل مكان بحبكم في الله ما تنسوشوا أنه باللايك دعمونا كلنا أنا بستني منكم اللايك كل تحياتي لكم النهاردة تفتح الحنفية تلاقي حمو بيك نازل منها تقفل الحنفية تلاقي عمر كمان تمشي تبص في البلكونة تبص تلاقي حسن شكوش طيب إيه دا عادل الناس قالت لي إيه اللي بيحصل دا بالضبط هل في خلاف ما بين الناس دي وبعضها أنا هقول لكم على كل الحقائق اللي بتجري الآن على الساحة الفنية أولا فيه ناس هتقول لك يا عم أغاني إيه دا أغاني مهرجنات وإحنا ما بنسمعهاش وكلام من دا لا الأغاني دي بالفعل بقى لها جمهور وجمهور كبير جدا 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 وأنا واحد منه أنا واحد من الناس اللي خلاص بسمع أغاني المهرجنات باخد الشرار بسمحها خالص نهاي لكن علشان عندي أحفاد ولما بجي أجيب لهم فايزة أجيب لهم عب حليم أه بأجيب لهم نجات عندي حفيد عنده خمس ست سنين بيعمل لي كده يعني عنده سنتين بيعمل لي كده بيعمل لي كده ويروح عامل نفسه زعلان طب أجيب له إيه؟ أجيب له بنت الجراء أجيب له إيه؟ عود البطل يفضل على طول إيه شغال طب أنا هعمل إيه؟ فبالتالي بدأت أعمل فلاشات وحط فيها الأغاني وبدأت أردتها معاهم أغاني جميلة أغاني جميلة بس طبعا ما فهاش أي كلام إسفاف يعني أو أي أغلية ما فهاش خروج عن النص النهائي يعني من الأغاني الأغاني الأولانية خاصة بتاعة حمو بيكا لأن حمو بيكا بصراحة كان الأول أغانيه صعبة جدا 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 طيب لما نيجي بقى نفرنة اللي على الساحة إحنا كان عندنا كان عندنا طبعا العظيم أو الرئيس بتاعهم مجد شط وبعدين كان كوزبرة وحنجرة وعلى فكرة اللي هيحصل دلوقتي هتلاقي أن شط وكوزبرة وحنجرة بدأوا يردوا على شاكوش ويردوا على بيكا ويردوا على عمر إيه كمال استاسبوا بس عمر كمال لأن أنا صوت عمر كمال بجد أنا بحبه قوي قوي ووراها صوت شاكوش شاكوش يعني حسن شاكوش وده كان لعب المصرية للاتصالات وكان من قبلها لعب في نادي الإسماعيلي ورياضي وما شبه هذلك لكن ربنا عطاهم والفلوس بدأت يعني زي ما بيقولوا إيه تلعب معهم بيعملوا إيه بيخشوا على الترند يا جماعة الخير اسمعوا كلامي أنا والله أنا هقف القناة دي أنا هراهنكم هو لمدة أسبوع لو ما تصلحوا أساسا هم مش متخنقين دي زي ما بيقولوا عركة اسكندراني وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده زي اللي بيعملوا اليوتيوبرات مع بعض إحنا تخنقنا ده أنا مش ريحة دفلانة ده عامل الدخلة حتى أنت لو بصوتوا ليه المشكلة المشكلة بيقول إيه ما تلاقيش في مشكلة يعني تلاقي سرد كلام حمه بيك إن عمر كمال أنا كنت جايب له شغل والعربون والكلام ده وراح جاي إيه عمر كمال أولا عمر كمال مكسر الدنيا في العراق والناس سمعينه وحاجة باسم الله م شاء الله يجي عمر كمال يرد عليه في القناة بتاعته ويقول له إيه وأنا ما قدرش أقولك يا بكرش بس أنا راجل إيه ما قدرش أقولها طب ما أنت قلتها يا عمر وإنت طبعا قبل ما تقولها أي اللي حمه بيك أقولها ولا ما قلهاش وعلشان كده هو سمح لك إنك تقولها لأنه هو ما هو بكرش فعلا وهو ما بيزعلش من كلمة أنت بكرش وقبل كده كان عاملها ترند وهو بيغني بيها وبيقول ربي لكون ميزنا بميزة هو ده مش جل حصل بالنسبة لما نيجي انفرنت الأصوات دي هلاقي زي حلم بكر ما نمسيكم قبل كده في أحد البرامي وقال الناس دي يتعايز الشرطة أنت عايزين إيه اطلب الشرطة يا أستاذ وائل قال له أطلب الشرطة توبض عن ناس دي كانت أغنية السجارة بان ولا ما عرفش إيه سجارة بني لوك 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 مش عارف إيه هو حاجة إيه سجارة بني وإن في اللي ياب اللي احنا فيها طب تعالوا بقى نتكلم بمنتهى بقى يبقى احنا اتفقنا إن ما فيش خلاف بينهم ومن بعض وده ترند وده اتفاق بهدف إن إيه حمه يطلع يخبط في عمر وعمر يطلع يخبط في حمه يخش حسن شاكوش يروحوا للتنين مخبطين فيه انت مالك يا عم انت إيه دخلك بنا انت إيه شاكوش انت فكر نفسك إيه والكلام ده يروح جاي مجد شط يقول بلاش إيه بقول لكم إيه عيب إحنا كبار قوي إيه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده يروح داخل كصبرة وداخل حنجرة يقولك فيه يا جدع انت هو فيه انتوا عتخلونها خل ولا إيه يعني وكله طبعا رزق القنوات القنوات شغالة حمه بيك حمه بيك في قناة عمر مش عارف حسن شاكوش أين أنت شاكوش الحقه طب فين مدام فيفا عبدو تحل ما بينهم ده مدام فيفا عبدو عيانة عيانة بإيه ده بيقولوا عندها رجلها تعبانة لا ده مش عارف إيه لا ده مش رجلها لا هو ده اللي مطلوب شغل الترند والناس يبقى أصحاب القنوات بسم الله وان شاء الله كل واحد بيعمله 200-300-400-500 ألف دولار في حمه بيك وييجي برضو حمه بيك وييجي مجد شطة وييجي كزبرة وييجي حنجرة وييجي شاكوش وعمر كمال كل واحد يعمله أرنب أرنبين ثلاثة عشان يغير العربية ما هو عنده كل واحد عنده ثلاثة أربع عربيات اللهم لا حسن اللي عايز يجيب بقى جيب شروكي اللي عايز يجيب استلة بقى كهرباء عربية بالكهرباء نهو خلاص فيعمل ايه ترند يروح الفيديو الأخير قال له قدل اللي جايب لك الترند أخش أبص يا أخويا لقى اللي عشرة مليون عشرة مليون مشاهدة وبعدان بيقول له ايه والله العظيم أنا نفسي صعبة عليه بيقول له انت ناس يا حمه ان انت لما بقيت لوحدك ما جيبتش مشاهدة وكل اللي عرفت تجيبه 800 ألف مشاهدة قلت 800 ألف مشاهدة ده لو فيه واحدة غلبانا من بتوع القنوات جالها 800 مشاهدة هتزرغت يا أخوانا بقى انت 800 ألف مشاهدة مش عاجبينك يعني مليون مشاهدة يعني ألف دولار يا أخوانا يعني مش عاجبك ألف دولار المهم ايوة الناس دي طبعا بتعوز بالخمسين ألف دولار في الفيديو والتلاتين ألف دولار والعشرين ألف دولار ده فيه فيديو عامل معهم مكسر الدنيا عامل مئة ألف دولار المهم يعني اللهم لحسد ده رزقهم يعني فإذن احنا امام عركة اسكندراني ما بين حمه بيكا وبين عمر كمان وبين حسن شاكوش وحيخش يا تلاحم فيهم مين كزبرة وحنجرة ومجد شط مين بقى الكبير بتاعهم اللي هيعز يصلح ما بينهم أمح أمح الدولة هيقولك هنقعدوا عند أمح كان كهراما بقى بيحل ما كان في الزمالك ويوم مرتضى بس ما يقدرش يتدخل نيجي بقى نقيم نقول انه عمر كمان صوت جميل جدا 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 صوت واصل للجمهور كبير جدا حمه بيكا لازم يصلح نفسه ويبقى عنده ثبات فعالي وهو بالفعل يعني راح نقابة النقابة يعني واعتذر لأمير الطرب هاني شاكر ده في مقام والدك كمان يعني وبعدين ده هاني حاجة كويسة أوي 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 ومر بظروف صعبة حتى بنته بنته انت ما تعرفش فقدانه لبنته أثر في قد إيه وبعدين انت لو زعلك خدها مني قل له وحيات بنتك ورحمة بنتك الغالية سامحني حيسمحك صدقني أنا عارف هاني قلبه كبير يا حمه وقل له بس الكلمة دي قل له رحمة بنتك سامحني أنا راجل غلبان وعايز أكل عيش لإني يا جماعة حمه شاف أيام صعبة جدا 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 في بداية حياته ويلا لعبتي يا ظهري بقى والظهري لما بدأ يديه هو غلبان يعني راجل ما عندوش سبات الفعالي ما عندوش ثقافة التعامل فحصل اللي حصل منه من تجاوزه والراجل راح يعتزل وانسامحه عمر كمال وحسن شكوشي الأغناء اللي عملوها في استاد القاهرة طبعا هو اتجر بيهم هم ما كانش هيقولوا الجملة دي بس للأسف هي كانت موجودة وحصل اللي حصل أصوات جميلة تختلف تتفق أصوات جميلة جدا مش هنقول بقى الأصوات بس طبعا ده أغنية شعبية أو أغنية مهرجان وانا عايز أقول لكم يعني أغنية مهرجان برضو في الآخر بعد كده بقى مش هقول غير معنى إيه أغنية مهرجان ومعنى إيه أغنية مهرجان يعني تهزي نفسك معه يعني أكنك عايز تخص أكنك عايز سامر جيم الطاقة السلبية اللي عندك تفقدها وتجيب طاقة إيجابية إنما إحنا لو بنسمع الست أو بنسمع فايزة أو بنسمع نجاة أو بنسمع عبدالحليم وأنا عندي ولع بيهم يعني اللي تفكروا فبيبقى ذكريات الدموع نازلة والدموع هنا الألم وكده والفراء والمرض وكده فدي بيبقى حاجة بنسمع إحنا بقى ساعتها بودان إنما إحنا دلوقتي بنسمع إيه بعنين البهرجة فده مطلوب برضه علشان الطاقة الإيجابية وأنا بقول لكم أو كل واحد عنده اكتئاب أو تعبان شوية أو عنده ضغط يسمع أغاني المهرجانات يا عم هيسمع أغاني إيه بس المهرجانات الناس اللي أنت بتقولها دي إحنا ما نعرفش أساميها اسمعها حتلاقي نفسك في موت حلو جدا وطاقة سلبية طلعت من جسمك واكتسبت طاقة إيجابية لأن ده حاجة موجودة بالنسبة للأغانية الشعبية أنا عايز بس أعرف للناس إياي ده أغانية مهرجان ده خالص بلدي خالص ده أغانية شعبية لا 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 الأغانية الشعبية أو أغانية المهرجان كلمة شعبي هي اللي الشعب بيسمعها إيه هو الشعب؟ كل الشعب المدرس والدكتور والمهندس والوزير ووكيل الوزارة وكل الناس اللي في مصر بتسمعها ليه؟ لأنها أغانية للشعب بس المهندس أو الدكتور أو أي حد يعني من علية القوم لما يجي يسمعها هيبقى قافل على نفسه يقول لك خفل لحد يسمعني وأنا بسمع حسن شاكوش وأنا بسمع حمو بيكا لأنه يبقى عيب لكن هي في الحقيقة إنما بقى لما جي أغاني الأغاني الكبيرة الجامدة أول أو القبرة مين اللي هيسمعها؟ إن الصفة الكريمة وليه القوي هو ده الفرق فالغنية الشعبية أو نت المهرجانات ما يعيبش الدنيا خلص إن إحنا نقول دي غنية شعبية لأن كل الشعب المصري وكل الشعب العربي بيسمعها وأكبر دليل على كده نجاح عمر كمال قسر الدنيا في العراق أنا شفته مسكين الموبايلات سبحان الله ونجاح منقطع النظير وكان من قبل كده في الأردن كل التحية ليكم وبقول لكم للمرة الألف ما فيش خلاف بين حمو بيك ولا عمر كمال ولا حسد شاكوش ودي عركة اسكندراني وهيتدخل فيها شاكوش وهيتدخل فيها بجد شطة وهيتدخل فيها كصبرة وهيتدخل فيها حنجرة والموضوع هيعد على خير ودبتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورزق القنوات اللي عملت مشاهدة وجابة فانزليان السلام عليكم اشتركوا في القناة